اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام ان ما تتمتع به مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة من تطابق في الرؤى ووحدة في الاهداف على مختلف المستويات هي انعكاس للعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين حضرة صاحب الجلالة البلك حمد بن عيسى اهل خليفة عاهل البلاد المفدة ايده الله ورعاه واخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والترابط الاخوي التاريخي والعلاقات الحميمة بين شعبي المملكتين الشقيقتين وشدد سعادة وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الاردنية بمناسبة زيارة جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الى مملكة البحرين على ان مواقف الاردن التاريخية المشرفة في الوقوف الى جانب مملكة البحرين والدفاع عن مصالح الامة العربية ونصرة قضاياها العادلة يحفظها التاريخ ويستذكرها شعب البحرين بالفخر والاعتزاز واكد ان تلك المواقف الراسخة تقدم نموذجا حيا لطبيعة الترابط الاخوي على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين وارحب سعادة وزير الاعلام بضيف البلاد الكبير الملك عبدالله الثاني الذي غادر بلده الاردن قادما لبلده البحرين كما اشار الى ان الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تفتح افاقا متجددة من التعاون الراسخ وكل زيارة تشكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات المتميزة بين البحرين والاردن بما يحقق مصالحهما المشتركة في تعزيز الامن والاستقرار والنماء واشار سعادة وزير الاعلام الى ان الظروف التي يمر بها العالم باسره تجعل من استدامة التشاور والتنسيق بين الاشقاء ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتجاوزها مثمنا النتائج المثمرة لجلسة المباحثات بين جلالة الملك المفدى واخيه ملك الاردن وما تم التأكيد عليه من حرص مشترك على تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية معبرا عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة العزيزة على قلوبنا جميعا للدفع بعلاقات البلدين وتطوير اوجه التعاون بينهما بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر